اهلا بحضراتكم في تغطية فنية جديدة من تلفزيون اليوم السابع هنعرف من خلال اهم الاخبار والاحداث والترندات الفنية وخليني ابدأ مع حضراتكم باول قصة معنا النهاردة من كام يوم اتعرض طوم وفيلم رامس جلال الجديد اخي فوق الشجر والذي ظهر فيه بشخصيتين اخوات واحد فيهم مغير رامس جلال شكله فيه شوية وبين فيه بجسم ادخن وده بيرجعنا بقى لمجموعة كبيرة من نجوم السينما اللي عملوا شخصية الشخص اللي مغير في شكله لشخص ادخن في السينما وهم مثلا دايما بتكون افلام في الاغلب بتبقى كوميديا منهم طبعا الفنان احمد حلمي في فيلم اكس لارج اللي كلنا تعلقنا به وبإفهاته وكمان عملتها ميا عز الدين في فيلم حبيبي نائما وطبعا كان الفيلم خطير جدا ومين ما ينسى محمد سعد لما عمل شخصية ست دخينة في فيلم عوكل قطاطة ورجع عملها تاني في مسلسل في فقطاطة وكمان مين ينسى الفنانة ياسمين عبدالعزيز لما عملتها في فيلم الاني سموان اما بقى التاني خبر معنا النهاردة هو عن الفنان محمد شهين اللي اتعرض لازمة قلبية اثناء عرض مصرحيته فرصة سعيدة واللي اسبابها تنقل لمستشفى فرياضس السعودية وعمل عملية تركيب دعمتين وحرس شهين انه يطمم جمهوره ومحبيه من خلال اليوم السابع وقال شهين في تصريحات خاصة ان الازمة جات له بسبب الاجهاد اللي اتعرض ليه في الفترة الاخيرة وان حالته دلوقتي احسن وانه بيغضى على الراحة الكاملة في المستشفى وهيرجع مصر يوم الجمعة الجاية وده حسب تعليمات الدكتور طبعا بنقول لمحمد شهين الف سلام عليك وان شاء الله ترجع احسن من الاول اما اخر القصة بقى معنا النهاردة فهي هنروح بيها للفن العالمي عن المخرج جيمس كاميرون مخرج سلسلة افلام افاتار واللي لسه نزله الجزء التاني من السلسلة افاتار دويو فوتر يوم 14 ديسمبر في دور العرض المصرية ونزل بعديها بيومين في دور العرض الامريكية وفي مجموعة من دور العرض حول العالم عمل ايه بقى جيمس كاميرون جيمس كاميرون رد على النجم العالمي ماد دايمن اللي كان كشف من فترة ندمه انه رفض يقوم ببطولة الجزء الاول من فيلم افاتار اللي نزل في 2009 وده بسبب حجم الاراضات الضخم اللي حققه الفيلم في وقتها وقال ايه بقى كاميرا اللي دايمن قال له ماد دايمن يضرب نفسه ولازم يتجاوز الموضوع لان بطل سلسلة افاتار دلوقتي واحد من اكبر نجوم السينما في العالم وهو سام ويثنجتون ولازم دايمن يتخطى الموضوع باي شكل وجي رد كاميرا على دايمن انا اسفة بعد ما دايمن قال ضيعت فنوس كتيرة جدا اكتر من اي ممثل تاني بعد ما رفضت بطولة فيلم افاتار خاصة من الفيلم حقق تقريبا اتنين مليار وسبعمية مليون دولار في 2009 وهو كان هياخد عشرة فيلمية من الارباح الكاملة للفيلم غير اجره اما بقى فيلم افاتار دويو فوتر اللي نزل بعد تلاتاشر سنة من عرض الفيلم الاول فحقق نجاح كبير جدا لحد دلوقتي سواء على المستوى المحلي في امريكا او المستوى العالمي في دور العرض حول العالم وصلت ارادات الفيلم تقريبا في كام يوم لـ 434 مليون دولار دي بقى كانت اخبارنا النهار ده عشان تعرفوا اخبار اكتر طبع مواقع طبع مواقع ومنصات تواصل الاجتماعي الخاصة باليوم السابق اشتركوا في القناة